عظيم طيب أستاذ أحمد زي ما حتك ذكرت موقف الدولة المصرية والإعلام المصري الشعب المصري هو كمان بيرفض تصفية القضية رفضا قاطعا ودائما بيده إلى نصرة القضية الفلسطينية حالة الوحدة اللي مبين الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بأطياف الشعب المصري كله ده دلالته إيه فندي ممكن إنعكاساته إيه كمان طيب الشعب المصري يمكن البحث الفلسطيني اللي كان موجود مع حضراتكم في بداية هذه الحلقة أشار إلى أمر في منتهى الأهمية وأؤكد عليه القضية الفلسطينية هي قضية عقيدية في قلب كل عربي القدس مش فكرة عطفة بس دي عقيدة ينبغي على كل الأطراف الدولية أن تستمع لذلك خلينا أقولك أن الأول مرة نكتشف ميزة لمواقع التواصل الاجتماعي وهي القدرة على التعبير عن الرأي العام المصري والرأي العام العربي الغاضب للشعوب العربية تجاه هذه الأحداث وخلينا أقولك أن هذه الضغوط اللي احنا كنا بنتصورها وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لا غيرت سياسات دول وغيرت مواقف دول وخلينا أقولك أن هذه الجهود على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيقوم بيها مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والشعب المصري كله قدر تغير كثيرا وتعمل نوع من أنواع التضامن الشعبي على مستوى العالم انت بتشوف ده على سبيل المثال كانت في مباراة كرة قدم في اسكتلندا شفنا الجمهور الرياضي اللي بيحضر المباراة بيرفع الأعلام الفلسطينية شفنا في قلب بريطانيا في المباراة الرياضية إزاي بقى فيه نوع من أنواع التضامن على الرغم من الموقف المعارض للسياسات الرسمية لدولتهم خلينا نشوف الشعب الأمريكي وإزاي ما كنا بنتكلم إزاي شعب الأمريكي ابتدى نفسه يعكس رأيه من خلال استطلاعات رأي عام يمكن أخيرها كان استطلاع رأي جلوب اللي حضركم تتكلم معايا فيه إن إزاي شعبات بايدن بتتراجع هذا الحراك الشعبي اللي قدرت تخلقه وهذا التفاعل الشعبي اللي قدرت تخلقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عمل نوع من أنواع الضغوط على الحكومات بالفعل القضية في منتهى الأهمية والشعب المصري يدركها جيدا لكن إحنا لازم هنا نلتفت لأمور كتير جدا هامة في هذا الإطار أهمها إن إحنا لا ينبغي أن ننصاق أمام أهداف الأعداء العدو في هذه اللحظة يهدف إلى إحداث نوع من أنواع الإثارة والهياج استغلالا لأي وضع من الأوضاع لازم نكون كشعب بقى بعد مرحلة طويلة جدا من خبراتنا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أكثر إدراكا لأهداف هذا العدو العدو ممكن يكون من دولة الاحتلال ممكن يكون من تنظيمات تعمل للتخديم على أفكار أكبر وأعقد من اللي إحنا نقدر نشوفها على الساحة لكن هو بيوظف لتحقيق ده على الأرض بهدف إثارة مزيد من المشاعر وإشعال الأمور في الداخل لازم نكون فاهمين ده ولازم نتفهم أن لدينا قيادة ممثلة في فخامة رئيس عرفتاح السيسي وقيادات الجيش الوطني المصري لديهم الإدراك الكامل للأبعاد الاستراتيجية لإدارة هذا الملف إحنا نلتفت لمناصرة الحقوق الفلسطينية نتحدث عن القضية الفلسطينية ككل نتحدث عن شعب يراد له الإبادة نتحدث عن تبني مواقف دولتنا نؤكد على الفخر والعزة بهذه المواقف التي تعلي من قيمة الأمن القوم المصري ونسمع الكلام الصادر عن المؤسسة الرسمية ومؤسسة الرئاسة ونسمع الكلام الصادر عن القيادات الرسمية في الدولة المصرية على المواقع الرسمية المخصصة أو المنصات الرسمية التي يتواجدون عليها سواء الموقع الرسمي المتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موقع وزارة الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دي مواقع اللي المصريين لازم يلتفتوا لها ولا ينشغلوا بغيرها يعني لا تجري وراء أخبار بنسميها الفيك نيوز الدوارة اللي هو بيقدر من خلالها أنه هو يعمل نوع من أنواع الاحتقان في الرأي العين والضغط على الرأي العين في ظل الأزمات الكبيرة اللي بتحدث في أي دولة في العالم أو في ظل الحروب الكبيرة أو في ظل الكوارث الطبيعية الكبيرة الشعوب اللي بتبقى في دول على تماث مع منطقة الأزمة دايما بتبقى في لحظة نفسية صعبة جدا وده لحظة من المهم جدا أنه نلتفت لها كشعب مصري ونتفهم أنه لازم يكون عندنا قدر من السباة المفعال ولازم نكون قدرين على تفاهم أهداف العدو من إثارة الغضب في هذه اللحظات ونتفهم أن دولتنا تبذل ما تراه لازما وفي التوقيت المناسب لحماية الأمن القوم المصري ونتفهم أن احنا أعلن منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة لقات رئيسية لا للتهجير رفض الاجتياح البري رفض كل العمليات الإبادة التي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني التأكيد على حتمية العودة إلى طاولة المفاوضات دي مواقف رسمية لازم نصر عليها وطالما استطعنا التأثير في الشعوب على هذا النحو احنا قادرين كشعب مصري عن طريق منصات التواصل الاجتماعي على إحداث مزيد من الضغوط عبر الشعوب وده ألية مهمة جدا في اللحظة دي تدعم الموقف الرسمي للدولة المصرية قدرتنا على التأثير على الشعوب أنا شايفها سواء شعوب الأقليم أو شعوب العالم أنت بتشوف اللينعكسات في الدخل الإسرائيلي بأشكلها عامل إزاي بتشوف حتى التفكك اللي بتدى يصيب الحكومة المصغرة اللي عملها نتنياهو بتشوف اللينعكسات على إدارة بايدن بتشوف اللينعكسات على الإدارات الحليفة المتبنية مواقف ده وخلي بالك أن في اللحظات المهمة الدولة المصرية بتجري اتصالات مع أطراف قد لا تكون تقف على فهم كامل لحقيقة الأوضاع يعني بيهمني الحديث مع رئيس الوزراء الهندي بيهمني الحديث مع رئيس الوزراء الياباني بيهمني الحديث طبعا الاتصالات دي مع فخامة رئيس الفتاح السيسي دي بتقول أن الدولة المصرية معانية بتوصيل المواقف السبت لما بترجع لصفحة المتحدثة داسمي بس من رئاسة الجمهورية والراسط فيها لكل هذه الاتصالات صحيح فيها سبات على الرسالة المصرية طبعا الاتصالات